مرحبا، الآن لو أردنا أن نكون فايل جديد نحن نتحكم به إذن نكوني نيو فايل و نسميه MyAppPicture هذا الميابPicture هو نيو فايل ممكن يحتوي على أكثر منصورة يعني Project إذن هذا البروجيك يمكن تحدث الطول والعرض الخاص بي والResolution الخاص الResolution هو لي كل بيكسل هناك Resolution نتحدث عنه لاحقا هنا الBackground وهنا الBackground هنا مثلاً لوني أبيض يعني الخلفية تكون بيضاء ممكن تختار Other ممكن تختار Background Color البيضاء يعني تبقى لونها أبيض إذا الضغط أوكي يفتح بفايل و نظرها الBackground الخاص بها Color خاص بها بيض هذه القوائم تراها إيش بلون أسود كيف أنا أتحكم بها من قامة Photoshop Preferences Interface ممكن أغيرها للون الذي أنا أحبه الذي يفضلها هنا الأفضل أن تختار أسود بالنسبة للأشخاص الذين يعملون لساعة طويلة هنا ستطيع أن تحكم في Standard Mode مثلاً كيف تظهر فيه Screen Full Screen أو Screen اعتيادية هنا ما هو حجمي الفونت سايز الذي يظهر لك Small, Large, Medium أو أي شيء لو ترى هنا يقول لك Changeable World Effect After Next You Start Photoshop يعني إذا غيرت أي شيء من الخصاص لا يأثر إلا عندما تغلق وتعيد فتح الفوتوشوب من جديد إذن هذه الفوتوشوب هذه الخلفية ممكن تغيرها إذا من أخذ الرابط Click Right ثم نغيرها إلى Black أو نغيرها إلى Edge Medium Gray أو أي شيء تريد أن تعمل عليه إذن هذه كيفية تتحكم في الصفحة الخاصة بك في صفحة البروجيكت حتى تعمل عليه كذلك 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 هل بلدشاغته